ما تحرمون من بي مثل ما بين حرم من بيه عبارة تلقص هدف التحرك الذي نفذته عائلة الرائد جزاف الندف وأصدقائه ومحبوه في الروضة تحت النص بالتذكاري لوالده الشهيد العقيد ميلاد الندف على الأكفي رفع طفله كابن بطل أوقف ليكون كبش محرقة فيما الحقيقة هي في مكان آخر كما ردد المتضامنون مع الرائد الندف للعائد ميلاد الندف والد الرائد جزاف الندف بقل له قد ما أنت بتحبه لجزاف الندف نحن منحبه وكرامته من كلامتنا وحريته من حريتنا جزاف الندف معه عشر عسكرية على المرفق بيناتهم اتنين للاستعلام صار له سنة جزاف الندف كاتب تقارير قد ما كاتب الدولة اللبنانية كلها على المرفق ورفع على رؤسائه جزاف ما شغلته أمن المرفق جزاف نزل على المرفق لكتابة التقارير ومكافحة الفساد لو بده جزاف يحمي المرفق ما بيعطوه ثمان عسكرية وبيقول له انزال احمي المنشآت تحت أنا بكون عمته للشايد شرب المتة اللي توفى بالانفجار مع الندي استشهد استشهد أنا جاي بس تضامناً مع الرائد لأنه تاني خبرني شرب قداشه شريف قدان ضيف عيب اللي عم بصير بش الزعران بينفلته والآدم بينقعد بالحبس الأمن الدولي هي اللي بلغت أول شيء وشهيد ده هو السبب هو اللي بلغ وقدم التقارير فيهم مش لا يلحط حتى اطلابه هن فوق التراب حسبوا اللي قلوا ما قلوا سنة على الفارو تركين اللي سنين حطينها في ردويه برا حسبوا اللي حطوا اللي ما يطلع ميلاد النداف وابنه البطل يطلعوه يطلعوك بش بحراء يعي بش روم عليهم توقيف النداف هو عار لأنه قام بأكثر مما يترتب عليه كضابطة عدلية يقول منسق لجنة مكافحة الفساد في التيال وطني الحر المحام ودي عقل وبالتالي فإن إخلاء سبيله فورا هو المطلب الأساس شرف وتضحي يوفي قبل ما يلبس بدلته مش بس لبس البدلي صار شرف وتضحي يوفي عيب عليهم يعني ورئيس الجمهورية اختاروا لجوزيف لأنه كفه نضيفه ما بيرتشى له السبب حطوه تحت المراسلات اللي شفناها نحنا بالقضاء أناعتنا أكتر من هيك مشان هيك نحنا جيين ووقفين هون غير أنه بالنسبة لها إلنا والنسبة لها إلي شخصية ابن شهيد بالجيش اللبناني عمين ظلم هذه الشغلة ما بقبلها ولا ممكن قبلها جوزيف النداف بـ 28-5 تواصل مع المدعي العام العسكري كان بيتر جرمانوس وقال له في إمبلي على بور بيروت بيرد عليه بيقول له روح على قضاء العجلة بيرجع بذات نهار بيتواصل مع مدعي العام التمييز القاضي غسان عوايدات وبيقول له ذات الكلام بيقول له بيكون الجواب من مدعي العام التمييز بيفتحوا تحقيق بيفتحوا تحقيق على يومان بيجيبوا مسؤولين الأمن بـ بيروت يلي كلهم مش عاملين واجباتهم وتبينت الفضيحة كلها من المهين ومن المعيب أنه جوزيف النداف اليوم يكون مغوف جوزيف النداف كان لازم يكون عنده وسام اليوم أنه حيوة ليخلص لبنان شو بيعمل؟ انتهت الوقفة التضامنية الرمزية لكن الشعور بالخيبة بقي وبقي معه الإحساس بأن ما قطع هذه المرة هو قلب ميلاد النداف الذي انطفأ من أجل الوطن أما طفلته الرائد النداف فلا تزال صغيرة جدا لتميز الفارقة بين الظلم والعدالة ترجمة نانسي قنقر